بيت لإيواء مرضى السرطان الباحثين عن العلاج بولاية سيد بلعباس نجح خيرون في فتح أبوابه بحي الصخرة بفضل مساء جمعية بلعباس الخير التي أخذت على عاتقها التكفل بكل الوافدين طيلة فترة العلاج أول حاجة شكره ربي سبحانه عز وجل ثانيا شكره المحسنين اللي كانوا سادد لنا يعني باش قمنا بهذه المبادرة فيها مركز مكافحة سرطان كان الكثير والعديد من المرضى خاصة الفقارة يجوا لهنا عدنا الوليات سيد بلعباس وما عندهم شوين يباتوا ولا إن شاء الله المريد أول حاجة يجيه يحسوا رحب اللي رفل بيتها يعني بدلنا لاش حاجة مستشفى ولا كل شيء كل شيء وكأنه رفل بيتها بطاقة استيعاب تزيد عن الثلاثين سرير احتوى هذا البيت على المستلزمات والوسائل التي تسمح بخلق جو عائلي للمرضى على أمل أن يلتحق المحسنون بالمشروع لتوسيعه مستقبلا عدنا طابق كما قلنا طابق الأول النسوي يتكون من 19 سرير والطابق الثالي اللي خصصنا للرجال يتكون يعني من 12 سرير إحنا يبدونا راني البادين بتلاتون سرير ونتمنوا إن شاء الله بها الناس تعاوننا نزيدون 90 يكون عدنا بزاف المرضى إن شاء الله نقوموا بيهم كانوا يجونا مرضى معدة ولايات خارج الولاية مشرية البيضة نعامة سعيدة تيارة تيسمسيل مبادرة تستحق التشجيع وقد ترفع المتائب على المرضى القادمين من مختلف الولايات الذين تبقى الجمعية في حاجة لسيارة تضمن لهم التنقل لإجراء حصص الإلاج